الله عز وجل يقول لك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ربنا بيعلمك يا جماعة أنت أشخص أحسنت فهل لي الجزاء غير الإحسان ممكن في الدنيا دلوقتي أنت بتحسن فتقابل بالإساءة أنت بتقدم بالمعروف فيقابلك ينكره المعروف لكن أنت بتعمل مين؟ ربنا انسى بقى انسى ليه هتلاقي فتوحات ايه مفيش الكلام ده بقى حاجة تانية علشان كده الناس اللي بتقعوا بتقف إن شاء الله يقينا الناس دي من أهل الله عز وجل لكن اللي بيقعوا الفاضل قاعد انتز على الليه هوا أنت كنت بتعمل كده عشان إيه كنت عشان من الناس تقول لك شكرا حبيبي مفيش حد دايملك خلي بالك إحنا في النهاية بعد 50, 60, 70 سنة 100 سنة أكتر حد أنا أطراب وبعد كده هيجي ناس بعدينا وبعد 100 سنة 120 سنة هيبقوا أطراب وهيجي ناس بعدينا ففي النهاية مش هيتبقى ليك غير أعمالك الخالصة ربنا علشان كده كل إنسان عايز تثبت بعد رمضان ابدأ فقر إيه اللي يدخلك مش رضا ربنا لأ قبل ما تدخل قبلك الدنيا لما تموت ودخلت القبر انت حابب إيه اللي يدخل معاك قبرك قبل ما نقول إيه اللي يرضى ربنا طبعا أهم حاجة رضا ربنا أهم حاجة أنك تعمل كل حياتك في إرضاء ربنا لكن تعالي نتكلم فيها دنيا شوية أنا بنصح الناس أشيف عشان نثبت بعد رمضان لازم الناس كلها النهاردة على الأقل لو كل شهرين مرة لا تبقى صحيح مصار بتغير عشان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أكسره من ذكر هادم اللذات هو مش معناه أنك تكره الدنيا بس النهاردة ما إحنا قاعدين نسمع عن ناس بتموت كده لحظة والفنان اللي لسه مات ربنا يرحمه يا رب تلاقي الناس كلها تقولك إيه ده كان كويس ده كان مشتكاش من حاجة وتبدأ بقى إيه الحاجات الخير آه ده كان بيعمل كذا وبيعمل كذا الله حلو قوي بس هو مش كان في حياته ودي اللقطة ده اللي دايما بنقولها مش كان في حياته يستحقه وكان يتمنى أنه هو يسمع كل الكلام الطيب اللي بتقال عنه النهاردة طبعا علشان كده بنفضل لتاني مرة بنقولها من الفقر أرجوك وقوله للناس الكلام الطيب لما يعيشه أكيد كان هو محتاج الكلمة الطيبة دي أيها طبعا أكيد كان محتاج الدعوة الطيبة دي يحس بأمته هو عايش لكن الله عز وجل يبين لنا مقدر إنسان ممكن ناس كتير ما كانتش تعرفه إلا بعد ما مات فلما نجي نروح نظور المقابر ونبدأ نشوف النهاردة الموت ما بقاش عارف صغير وكبير عايز تثبت بعد ربونام بعد إذنك وبعد إذنك مهما كان حالك مع ربنا بعد إذنك روح بص للمكان اللي كلنا هنروحه بمزاجنا غصب عننا إحنا رايحين اقتنعنا ما اقتنعناش إحنا رايحين فروح بص على المكان وابدأ كرر في الدنيا إيه اللي انت حابب أن ندخل معك قبرك كلمة طيبة هتدخل معك الله ذكر صلاة مساعدة ناس جبر خاطر ناس طاعة أب وأم تساعد حد وطاق دي حاجته الله الله يدخل معك القبر طيب تحب كلمة وحشة أو أعتبة بين ناس إساءة ظن إن كان معروف خزلان لحد ما يستهلش منك إنك خزلته تحب يدخل معك إيه قبرك علاقة حرام حاجة بتبعت بينك وبين ربنا بتأذي إنسان في شغله علشان تاخد مكانه لا طبعا مش عزي أي حاجة من حاجة دي إيه اللي محتاج يدخل معك قبرك مبسوط إنه هو هيدخل معك قبرك هيتقفل عليك ببروك عليك فلما تيجي النهاردة تبدأ تفكر هو حالة إحنا كلنا رايحينها محطة كلنا داخلينها من أول ما الإنسان هيموت ويبدأ يشوف الملك اللي جايل له فهيبدأ يجيله كده بشريات هو حياته كلها يعني اللي بعد الموت رايح خير ولا شر لما يلاقي إنسان لابس أبيض فأبيض ووشه منور وراحته جميلة فيبدأ يطمئن ملك الموت وهو داخل على الإنسان لإنه هيبقى شايفه فبصارك اليوم حديد هو شايف الملك اللي داخل عليه ربنا ما يقدر لنا ده أبدا لو العكس واحد لابس سود في سود رحت وحشة شكل وحش وداخل عليك قياك بد روحك إنت هتبقى عامل إزاي هتبقى أصلا حالك عامل إزاي إنت خلاص هتموت في اللحظة دي يبعث المرأة على ما مات علي إنت في أنهي حال مش إحنا محتاجين نسبة بعد رمضان محنا ممكن نموت صح إحنا محتاجين مش بقولك إن إحنا نأخذ كل التعاطي اللي كنا بنعملها في رمضان لكن على الأقل نبقى صادقين على الأقل من فالنية الله النية نبقى صادقين أيوه نبقى صادقين يعني ايه يعني نقول للربنا شكرا ونقول لكل الناس اللي حاولينا شكرا ونروح بسرعة ندور على أي حد ظلمنا نقول له سمحنا خد يا إخي السمح في الدنيا وخدي السماح في الدنيا يوم الآخرة السماح مش بالكلام ولا بالدرهم ولا بالمال صح السماح بالأعمال بالحسنات والسيئات فياخد حسنات ولو الحسنات خلصت يديك من السيئات فالنهاردة ما فيش ما فيش التعامل في الآخرة مختلف فلما تروح لحد في الدنيا أنا آسف أنا أضلط في حقك أنا أصرت في حقك في وقت ما أنت كنت محتاجني أنا أنكرت فضلك اللي أنت عملته معي اللي أنت أصلا ما كنتش بتعمله علشاني والدليل أنك لسه مستمر والدليل أنك لسه واقف والدليل أنك لسه بتتحرك لكن الدنيا مش درواشة ولا الدنيا كده مهما كان الإنسان قوي بيجيله حسرة كده وبيجيله كسرة لما يحس بالخزلان من أقرب الناس لي وخاصة لما تحس يا شريف بخزلان من أكتر ناس أنت كنت حاطتها في حتة أنت قادر أنك أنت تبص علىهم ومشكل وحش صح ولا قادر أن أنت تتخيل أن الناس دي ممكن في لحظة يغلطوا في حقك بتبقى مش مستوعب اللي حصل منهم ورد الفعل اللي خرج منهم الله فتبدأ تحس هي الدنيا بقت كده هي الدنيا ما عادش فيها خير فتيجي أنت تراجع نفسك لا الله عز وجل ربنا يستحق ربنا مش هينسالك ربنا سايب لك ما حوش لك حاجة حلوة قوم وقف وكمل تاني مش عايزين نسبة بعد رمضان لازم نعمل كده